اشتركوا في القناة مملكة البحرين عاليا خفاقا تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى عيده الله ورعاه متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح في مشاركتهم وقال سموه ودعت اليوم فريقا من نخبة رجال الحرس الملكي لخوض التحدي والصعود على جبل أفرست ومهمتهم هي رفع عالم مملكة البحرين وراية الحرس الملكي على القمة وتبدأ المرحلة الأولى الآن والصعود للقمة العام المقبل وأكد سموه مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين يحرص دائما على متابعة منظومة التدريب والتأهيل لكافة منتسبه وذلك في إطار تطوير وتعزيز ومواكبة جميع المهام والواجبات الموكلة إليه في جميع الظروف والأوقات والجدير بالذكر أن التحدي سيشتمل على ثلاثة مراحل منها مرحلتان تدريبيتان وستكون المرحلة الثالثة والأخيرة هي صعود قمة جبل أفرست وذلك العام المقبل